تساقط الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الحالي أسهمت في رفع واردات نهري دجلة والفرات وقادت إلى خفض الإطلاقات المائية من خزين السدود وزارة الموارد المائية أعربت عن تفاؤلها بشتاء 2024 بوصفه موسما رطبا إلى جانب استمرار المحادثات مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات ودعم الخزين المائي العراقي قياس إلى سنوات السابقة التي سنوات 20-23 كانت سنوات جافة وشحة الإرادات وقادت الأمطار بالتالي كل مواقع وموشرات المناخ العالمية تشير إلى أنها ستكون هناك أمطار جيدة الوزارة مستعدة لتلقي التعامل مع هذه الأمطار والتعامل مع زيادة الإرادات المائية فيما يخص الخطة الزراعية الخطة الزراعية أقرت مع وزارة الزراعة ضمن مساحات معينة ثمانية ملايين دون مساحة أراضي الخطة الزراعية الشتوية تتوقع وزارة الزراعة أن تشهد إنتاج أكثر من ستة ملايين طن من القمح إلى جانب سد الحاجة لأغلب محاصيل الخضر فيما حققت الأمطار نسبة إرواء تقدر بـ 30% من حاجة المساحة المزروعة الأمطار التي حثت خلال الأيام الماضية ساهمت في الرية الأولى لمحصول الحنطة وهي الرية الأهم التي تستنزف طبعا معظم أو 30% أكثر من 30% من مجموع المياه التي تستلزمها باقي الريات أيضا فيما يتعلق بإضافة مساحات أخرى يعني خلال الأيام إن شاء الله هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم سيعلن عن إضافة مساحات في ضوء تقرير اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية وعلى ضوء المباحثات مع الجانب التركي التي لا زالت مستمرة وبحسب المعطيات تتوقع وزارة الموارد المائية زيادة الخزين المائي خلال الموسم الحالي بناء على موقف الأمطار ونتائج المحادثات التي تواصلها الحكومة العراقية مع دول المنبع ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد